أمجد شاب ميسور الحال يتمتع بنعم من الله كثيرة وبدلا من شكر ربه على ما أنعم عليه كان يغضبه بكثرة المعاصي حتى أنه قرر الذهاب إلى صديق له بإسبانيا ليلهو هناك وينفق الآلاف في متعة وذنوب بعد وصوله وفي المكان الذي سيلتقي فيه بصديقه شاهد شابا يجر بيده سيارة معدنية مليئة بقطع حديدية وصفائح ألمونيوم وأسلاك نحاس وعلم منه أنه يقضي يومه كاملا يجمعها من الشوارع ليبيعها ليلا لشركات إعادة التدوير ليجني نقودا قليلة وعندما حان وقت أذان الظهر دخل الشاب مسجدا ليصلي وأمسك بيد أمجد ليذهب معه بعدما عرف أنه مسلم وبعد الصلاة قال الشاب لأمجد أريد شراء مئة مصحف أتساعدني في ذلك؟ وقف أمجد مذهولا وقبل أن يرد قال له الشاب بحمد الله تعالى أجمع هذه النفايات من سنين ووضعت لنفسي هدفا أن أبني مدرسة قرآنية في قرية بالسنغال وقفا لله لأن أطفالنا يمشون بالساعات ليصلوا للقرية المجاورة ليحفظوا القرآن وقد اشتريت الأرض وتم البناء وبدأ مئة طالب يحفظون القرآن وأريد مصاحف لهم اقشعر بدن أمجد من حديث هذا الشاب العظيم وأخذ يتأمل في حاله ووضعه المادي المتواضع ومع ذلك صدق الله في قصده فحقق الله أمنيته وقال في نفسه إن المبلغ الذي جمعه في عدة سنوات وبنا به مدرسة التحفيظ أنفقه أنا في أقل من عام ما أروع هدفه وما أقبح هدف الذي جئت إلى هنا لتحقيقه ثم استغفر الله وبكى وقال للشاب سأعود اليوم إلى بلادي وسوف أذهب إلى قريتك ومنها إلى مدرستك وأجهزها بكل ما تحتاجه لقد كنت سببا في هدايتي بأخلاقك الكريمة فجزاك الله عني كل الخير وهنيئا لك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أيمن شاب صالح يعمل بوظيفة حكومية عجب بزميلته في العمل آية وأراد أن يتزوجها فطلب منها أن تهتم بأمور دينها وترتدي الحجاب فوافقت وبعدما ارتدت آية الحجاب ورأتها أعز زميلة لها في العمل حزنت وحزنت أكثر عندما علمت بأن أيمن سيتزوجها فعاتبت آية وسألتها بغضب تتحجبين من أجل الزواج فقالت لها آية لم أفكر إطلاقا في الزواج بأيمن عندما نصحني بالاهتمام بأمور ديني بل شعرت بمدى تقصيري تجاه خالقي وبعد ذلك فوجئت بأيمن يتقدم لخطبتي ولأنك أعز زميلة لي أدعوك إلى الالتزام بما يرضي الله عملا بقوله سبحانه ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وبعد أشهر تم الزواج وكانت حياة الزوجين سعيدة ثم تحولت حياة آية إلى الجحيم حيث وجدت رسالة من مجهول على الفيسبوك محتواها سوف أدمر حياتك فلم تهتم بالأمر أولا ولكن الخوف ملأ قلبها عندما وجدت هذا المجهول يرسل لها عدة صور لها وهي مع زوجها وأقاربها وصديقاتها فحكت لزوجها ما حدث لها فطمأنها ولكنها بعد أيام فوجئت بالشخص المجهول يهددها بالقتل فشعرت بخوف شديد وفي يوم وأثناء صلاة الجمعة جاءتها زميلتها العزيزة لتطمئن عليها وبعدما قدمت آية لزميلتها واجب الضيافة دخلت الحمامة ومعها هاتفها ففوجئت بالشخص المجهول يخبرها بأنه حولها وسينتقم منها فأرسلت له رسالة تدعوه فيها بتقوى الله وكانت المفاجأة حين سمعت هاتف زميلتها التي تجلس في صالة الشقة يحدث صوتا فظلت ترسل الرسائل وتسمع نفس الصوت وعندما خرجت آية من الحمام أخذت هاتف زميلتها ووجدتها هي نفسها الشخص المجهول الذي يهددها فحزنت وقالت لها في ذهول صديقة عمر التي أعتبرها أختي هي من تفسد حياتي ماذا فعلت لك؟ قالت زميلتها وهي تبكي أنت من خطفت أيمن مني لقد طلب مني الاهتمام بأمور ديني وارتداء الحجاب ولكنني رفضت رغم حبي له وكم حزنت عندما رأيته يتقرب إليك وعندما تزوجتما جن جنوني وقررت أن أهدم حياتك وأتزوجه في هذا الوقت دخل أيمن البيت فوجد زوجته وزميلتها في بكاء وعتاب وبعدما علم القصة بأكملها طلب من زوجتها أن تسامح صديقتها التي طلب منها التوبة إلى الله والعمل على إرضائه ودعا لها بالهداية وقبول التوبة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سيدة صالحة توفي زوجها وهي في الثلاثين من عمرها وترك لها ثلاثة أبناء بنتا وولدين فأفنت شبابها ومالها في تربيتهم حتى تخرجوا جميعا من الجامعات وتزوجوا وظلت وحدها في البيت وعمرها خمسون عاما فقد سافر الإبنان مع زوجتيهما خارج البلاد وكانت ابنتها تزورها مرة كل شهر وكانت الأم تحزن عندما ترى صور ابنتها وأبنائها في مواقع التواصل الاجتماعي وهم في رحلة أو في مناسبة دون أن تدعوها للوجود معها وكانت الإبنة تبرر ذلك بقصد راحتها أما ابناها فكانت الأم لا تعلم عن أمر سفرهما هما وزوجاتهما وأبنائهما إلا حين يصلان إلى البلد الذي سافروا إليه ويتصلان بها ليخبرها باسم البلد الذي وصل إليه ويسألها إن كانت تريد شيئا فكانت تقول لهما في كل مرة لا أريد منكما إلا أن تشعراني بقيمتي في حياتكما فلو كنت عجوزة متعبة أسير بصعوبة نعذرتكما لكنني وبفضل من الله أتمتع بصحتي وعافيتي فلماذا تحرماني من قضاء تلك الأوقات الجميلة برفقتكما ورفقة أبنائكما وفي أحد الأيام مرضة الأم فلم تجد إلا أختها بجانبها فأوسطها بعدم إخبار أبنائها بمرضها حتى لا ينزعجوا ولكن الأخت من حزنها اتصلت بأبناء الأم جميعا وأخبرتهم أن أمهم سوف تتزوج فثار الجميع وتساءلوا بغضب كيف تتزوج وهي في الخمسين من عمرها وبعد أيام وبعد أن شفيت الأم فوجئت بأبنائها الثلاثة يأتون إليها وفي عيونهم نظرات الغضب وقالوا لها لماذا يا أمي تريدين إحراجنا واستهزاء الناس بنا لماذا تتجاهلين وجودنا وتقررين الزواج في هذا العمر نظرت الأم لأبنائها في دهشة وقبل أن ترد قالت لهم خالتهم أمكم لا تعلم شيئا عن إخباري لكم بزواجها لقد اخترعت هذه الحيلة حتى تأتوا إليها وتسألوا عنها بعد أن زاد جحودكم ونسيتم وصية الله بها وقول رسوله الكريم رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما اعتذر الأبناء لأمهم واصبحوا يدعونها في كل مناسبة لتكون معهم كما أخذها ابنها الأكبر للحج وحاول الجميع إسعادها وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بسمة شابة تقية في الثلاثين من عمرها تعمل معلمة بمدرسة ابتدائية خاصة ورغم إخلاصها في عملها إلا أنها كانت مع نهاية كل حصة تجلس على كرسيها ورغما عنها تغمض عينيها المرهقتين فكانت التلميذات يضحك إلا مها التلميذة الذكية التي كانت تحب معلمتها وتدافع عنها وفي يوم وبعد انتهاء إحدى الحصص دخلت مديرة المدرسة على بسمة فوجدتها نائمة وليس بالفصل سوامها تقف خلفها في حزن وعندما انتبهت بسمة للمديرة التي سألتها عن سبب نومها الدائم بعد نهاية كل حصة فقالت لها بسمة أنا آسفة فأنا الإبنة الكبرى لوالدي ولي أربعة أشقاء أصغر مني ابنتان وولدان وقد أصيب والدي بالشلل وأنا في الثانية عشرة من عمري وتركنا بلا مصدر دخل فبدأت والدتي في طهي الأطعمة وبيعها للجارات وأصحاب الولائم وقد تزوج أشقائي جميعا إلا أنا فقد أصيبت أمي بالعمى ولم يتكفل بها غيري وقررت التخلي عن الزواج والعمل على مراعاة والدة الكفيفة ووالد المشلول وكلما تقدم لي عريس أخبرته بضرورة تواجدي عند والدي لساعات بشكل يومي أو حملهما معي في شقتنا لرعايتهما فكان العريس يرحل ولا يعود فأخذت على نفسي عهدا أن أظل تحت أقدامهما حتى نهاية العمر لأكسب رضاهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما ولذلك تجدينني بعد نهاية كل حصة أهنأ بتلك الدقائق التي أريح بها جسدي الذي لا يرتاح ابتسمت المعلمة ودعت لها بالتوفيق وفي صباح اليوم التالي فوجئت بسمة بترميذتها مها ومعها والدها رجل الأعمال يطلب منها الزواج حيث توفيت زوجته منذ ثلاثة أعوام وأنه لن يجد أحن منها لابنته وتم الزواج وانتقلت بسمة لقصر زوجها الذي أراحها من العمل وتكفل بوالديها وأتى لها بأكثر من عاملة لمساعدتها فكانت نعم الأم لابنته ونعم الإبنة البارة لوالديها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا